برج الجوزاء المشاكس اللي كل أصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين بس الحق يقال هم كتير طيبين والحلو فيهم التفائل جماعة متفائلين كتير في الحياة أنا خلط طبعاً الوراء قبل الفيديو كمان عم بخلطه بطريقة أكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي أنا بحبهم كتير بتشاكس معاهم كتير في الحياة اللي هم برج الجوزاء بس بمصالح بشرا لأنهم كتير مهضمين وكتير حلوين بحبوا كتير يعني ينقضوا وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون سلطة يعني قبل الصوت جماعة كتير متفائلين هذا سبب نجاحهم في الشغل أكتر ما إنه في العطفة في الحياة بشكل عام أنا بقول ما عم بقول توقعات لسه ما بلشنا في التوقعات لكن برج الجوزاء من الأبراج الناقضة يلي بتنقض ما بتخلي شي بقلبها بتقولوا بأي طريقة بدون ما تفكر إيش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة بقولوا يلي بقلبهم وهذا أكتر شي أنا بحبوا فيهم بيزعلوك شوي لكن سرعة بسرعة بيصلحوك ما بتعرف كيف يعني كانهم نسيوا الشي اللي عملو فبرج الجوزاء صديق ممتاز حبيب رائع لإنه متجدد دائما وأبدا برج الجوزاء وهو شخص مسؤول في الحياة فإذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء شب من برج الجوزاء فهذا الشي كتير يعني فرصة حلوة لها لأنه متحمل للمسؤولية خلينا نحكي عن الفترة الجاي برج الجوزاء كانوا شوي تقال عليك أنت بدك الأمور تكون perfect كتير بالشغل بالعاطفة بتحاول توازن كل الأمور بدك كل شي مثالي ولأنك أنت شخصيتك قريبة من المثالية شخص برج الجوزاء بيحاول بيقاتل أو في صراع دائما مع نفسه لأنه بيحاول يوصل للمثالية وهذا إشي أنا بعتبره يعني غلط كبير لأنه أحيانا حتى العيوبنا يعني بتكون حلوة هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك بس لأ في عيوب حلوة أحيانا بنحب أشخاص عندهم بعيوب كتير بس نحنا بنحب هاي العيوب لأنها طالعهم يعني من قالهم ما عم يمثلوا علينا فبرج الجوزاء بطمناك أنه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني أمور تمام هلأ أنت عم تحلم عم تحلم وتحلم 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 وتقول متى بده هذا الإشي يصير وخلص ولو بده يصير كان يصير لا بالأخير في ميزان في عدل الأمور كلها رح تصب في صالحك في الفترة الجاي والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمر لك الشر فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك ما بقول أنه أنتوا رح تبعدوا عن بعض أو أنا بصراحة ما بحكي أنه ما بحدد الآن حاطفة أو عمل لكن هو فيه الشخص منكد عليك بالعربي فأنت طول الوقت بدك تتلاشعه بدك تتهمشه وهذا الإشي اللي بزيد غيرته منك لذلك هو بالأرجح يكون في العمل كان يعني شوي عم بهيئنا لشهر ستة وسبعة وتمانية ما بدي أحكي لك أضحك عليك أقول لك أنه كل الفترة حلوة كتير شوي تكمل في أحلامك استنى المفاجآت الحلوة حتاخد حقا في العمل في العمل والعاطفة كمان لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة بدك تستنى شي خمستاشر يوم أقل من شهر فالفترة اللي جاي كتير واعدة بالنسبة لإلك وحتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين أنه أنا افتحت من هديك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي فهو شبه دورة عم بتمر فيها لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف حلاوة الأمور اللي جايتك بالفترة الجاي والحب الحب يا جوزاء الحب جاي جاي بطريقة يعني حتمية خلينا نقول إنه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية لكن أنت كنت كتير متنشة وكتير شايفة إنه مش لقلك أو أنت مش لقله هذا الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه لكن أنت تفكيرك صح خليك ماشي في الخط اللي أنت فيه والشخص اللي أنا عم بقولك عنه أو الفرصة هي جاي في الفترة هاي فترة خلينا نحكيها الحب والسلام لبرج الجوزاء لأنه بيستاهل كل خير برج كتير مكافح وبالآخر يعني عن جد بيوصل للشي يلي بدي يا لأنه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت خاصة من ناحية الشغل حتاخد مكانتك اللي أنت بتستحقها مش اللي أنت هلأ فيها لذلك بقولك اتفائل أنه الفترة الجاي كتير حلوة ما بضحك عليك ما بقولك أنه كل الفترة لكن خلينا نحكي تمانين بالمية من الثلاث أشهر الجايين حيكونوا سعادة بالنسبة إليك فضيعة أول السنة كانت مش مبشرة كنت تقول والناس اللي كانوا يبعتولي كانوا يقولولي أنه شو برج الجوزاء تضحكوا علينا وكذا لا أنا قلت من قبل أنه شهر واحد واثنين وثلاث حيكونوا شوي صعبين على برج الجوزاء لكن بدهم يصبروا شوي وفعلا من نص ثاني أحلب كتير من النص الأولاني في برج الجوزاء خلينا نحكي أنه أول ست أشهر من هاي السنة كانوا عبارة عن لملمة أمور كيف تحكيها أنه يعني الأمور اللي مش عاجبانة عم نتخلص منها عم نتخلص منها عم نحس أنه إحنا مش مرتاحين لوجود أشخاص أو أمور حولنا حيثيات إحنا ما حبيناها لكنها يعني هي الطريق هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي أنت بالبكية مرة تانية بحذر برج الجوزاء من أول 15 يوم ما بحذره يعني ما بخوفه وبقوله أنه صعبين أو كذا لا لكن المياه حتكون راكدة يعني لو بدك تفكر أنه في مصباح سحري وحال الأمور واو حتكون هيك بسرعة من الباب لطاقة لا بدك تكمل وما تفقد سمام الأمور ما تعصب كتير بدك ترو يا برج الجوزاء أنت عندك أعصابك كتير مشدودة طول الوقت وعم بتروح عالبيت عم بتفكر بالشغل وعم بتروح عالشغل عم بتوكر بالبيت والعاطفة حاسس أنه الأمور ما ضابطة كتير معك لكن بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة لإلك وكمان مش بس الثلاث أشهر الجايين لأش كمان الشهر الزيادة تكون كتير حلو بالإضافة لآخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزاء أحلامك كلها حتتحول لحقائق ما بحب أبالغ كتير لكن هذا اللي مبين عندي وطبعاً لوقتها يعني من هون لهذاك الوقت حأنزل باستمرار الوارد والجديد عندي فتابعوني وقوت لك لبرج الجوزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة